موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا اليوم سنتكلم معكم من الضار حيث نحترمو القواعد والتازمو بيها كيفما تتعرفو انا بحكم الخدمة ديالي انطن كبسيكولوج حيث نكون في العمل ديالي ولكن حماية للناس كاملين والوطن قررت نبقى في الضار نساعد الناس اللي محتاجين للمساعدة النفسية عن البعد حتى تفوت ان شاء الله هاد الازمة ونكملو العلاج النفسي في العيادة بإذن الله قررت ندير هاد الفيديو تلبية للطلب العديد من الأمهات والآباء اللي توصلت برسائل ديالهم لان ولادهم تأزموا نفسيا في هاد الفترة بكل صراحة انا اللي سيبالي ان المشاكل النفسية اللي تسبب به الفيديوز اخطر بكاتير من الفيديوز بحدازه علاش؟ لان الفيديوز ان قطروا نتغلبوا عليه إلا حزارنا شروط النظافة وبقينا في الدار إلا كل شخص بقى غالس في الدار مغديش نتاشر الفيديوز وغاتي نحبضه من التشار دياله اللي بغت نشرح لكم هو ان الاطفال هاد حاجة عادية تأزموا في هاد الفترة السبب الاول هو ان الطفل لا تقليش حال من حاجة كانت يمشي من دراسة كانت يلعب مع أصحابه كانت يخرج معهم ولكن في هاد الفترة هو تيحس براسه مسجون في الدار ولكن الأخطر من هاد شي نهار كامل من الصباح من يسافق الطفل حتى الليل هو تيسمع غير الأخبار ديال كورونا سواء في الأخبار في التلفازة اللي كتبقى الشيعة للنهار كامل تيهاضروا على الأخبار وعلى الناس اللي ماتوا وعدد الوفيات وعدد الإصابات الطفل لا تفهمش أصلاً أشنه الفيروس تيشوفوا الناس يموتوا تيخافتوا قلت أنا غير نموت وليديا غير نفقدهم والوالدين دياله واخوته فاش تيجمعوا العائلة تيبقوا هادروا فقط على هذا الموضوع للفيروس وهما ناسين طفل باش يحس بقي صغير ومام شغولين وخيفين غير مع الفيروس إذا الطفل هو تيشوف الوالدين دياله وفي الناس الكبار اللي عايشين مها منبه 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 للآمان وطمأنينة إذا كيفاش ما بغيسوش هالطفل يتأذن فاش يشوف هالطفل منبه للآمان هو خيف الأب والأم كيفاش غده يكون هالطفل سوى غده خاف كسر منهم وغده تشكلوا عنده أمراض نفسية لأن الفيروس رعنده واحد المدة محددة واحد الفترة الزمانية وغده يمشي ما غدهش يبقى الفيروس كيف ما جاء غده يمشي نحصار موحنا غير نقوف دار وشروط النظافه ونصغلبه ولكن إلا تكون عندنا مشكلة نفسي سوف يخصوه هذا الوقت خصوص شهر أو عام مدة طويلة لتعالج إلا كالوسواس أو الاكتئاب سوف يخصوه هذه المدة إذا كون الناس يمدلين مشهودات في هذا الوقت الأطباء الأطباء الممرضين رجال السلطة هذالناس سنقدم لهم تحية من هذا المنبر كل التقدير كل الشكر وكل امتنان هذالناس هم يمدلين مشهودات الجبارة يخاطروا بحياتهم ويضحوا على قبلنا وعلى قبل المواطنين كاملين هذالناس سيطلبوا مننا شيء واحد كل شخص يبقى في داره إذا نبقى في الدار لا نمنش نخافه لأننا لا نتعاداو ولا نتعاشر الفيروس ولكن نحافظ على نفسيتنا ونحنا في الدار الهواية الطفل الذي يريد الموسيقى يجعله يدير الموسيقى يجعله يرسم يدير رسم نقدروا نديره الرياضة في الدار لا نحن نتفرجه في الأخبار باستاذ قدام الأطفال نحن نرى الطريقة عادية نتصحبوا مع والدينا نهضروا مع أخوتنا نسمعوا الأطفال الناس اللي عندهم الأطفال ديالهم يتقربوا لهم إذا عندهم شيء مشكل يعونوه يقروا لهم ضغومه يستافضوا نشوفوا الناسيونال جيوغرافي نشوفوا الطبيعة كيف جديران نتفتحوا على التقافات ديال البلدان نشوفوا الديانات مختلفة تقافات تقاليد الناس نتعلموا ونجعلوا الأطفال تهم يستافضوا نشوفوا الناس كيف يخدموا بلادهم وفي هذا الوقت نستافضوا وفي نفس الوقت نحميوا نفسنا حيث لا نتاشر الفيروس إلى خرجنا وتنتمنى يكمل إن شاء الله هذه الأزمة نكونوا كاملين خدينا واحد درس وعلمناه للأطفال هو أهمية النظافة عرفنا في هذا الوقت أهمية النظافة ومليسة نظر على النظافة نظر على النظافة الخارجية والداخلية كيف تنطفوا الجسم ديالنا نخصنا نطفوا الروح ديالنا من الكراهية من الحسد من الحقد ونكونوا نتعاونوا مع بعضنا في كل الوقت ماشي فقط في هذه الأزمة وتنتشاركوا أشياء مزيانة واحد نقطة مهمة منقوش نشروا لبعدياتنا أشياء اللي ستتخلع وتتتمرر لنا النفسية ديالنا نشاركوا في مواقع التواصل الاجتماعي أشياء اللي ستتدخل الفرحة على النفسية ديال الإنسان يقدر يكون غير دعاء تيب أشتر بالخير أو شي حاجة ديال استفادة وتنعود نشكر مرة ثانية لأطباء جميعان والممرضين رجال النظافة ورجال السلطة لأن السلطة تنظير الواجب ديالها بمعنى الكلمة ونحن بقى الأمر بأننا ننقوه في الدار لأن هذا هو أحسن علاج في هذا الوقت أحسن علاج كهين هو اللي ننقوه في منازل دياله ترجمة نانسي قنقر